لما ننتقل بقى على الوضع الحديثة تتكلم عن الأمن المائي العربي سوف احنا يعني قولا واحدا الوضع المائي في المنطقة العربية حرج 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 ده تعبير رقيق رغم رغم الجهود لا لا فيه جهود بتبزل من الحكومات جهود تبزل من الحكومات العربية على المستوى الوطني وعلى المستوى الاقليمي كثيرة جدا وطبعا بتتفاول بين الدولة واخرى حصل امكانتها وقدرتها لكن بصفة عام ما اقدر اقول ان الوضع المائي حرج نعم حرج لان احنا مثلا المنطقة العربية لها خصوصية انا بس عايز اقول ايه لو حطينا سكيل يعني لو حطينا كده مقياس من واحد لعشرة عشرة هي الوفرة المائية وواحد هو انعدام او صفر هو انعدام الماء حرج ده فأني اقول لك هو انت احنا عندينا مثلا المنطقة العربية يعني بس كنا حوالي 400-430 مليون الناس دي يمثلوا 5% من سكان العالم المساحة اللي بنيش فيها حوالي 10% من مساحة العالم طب المياه المتاحة للمنطقة العربية دي واحد لا تجاوز واحد نصف في المياه من اجمال المياه المتاحة في العالم في هذه المطقة انت اكثر منطقة في العالم اكثر جفافة اكثر منطقة جفافة اكثر منطقة ندرة في المياه انت عندك 22 دولة العربية 22 دولة العربية احنا في المجلس العربي المياه لما احنا نكلم عن مجلس نعمل تقرير دوري عن الوضع المائي في المنطقة العربية دوري بصفة دورية وبيعرز هذا التقرير على جامعة الدولة العربية مجلس وزراء المياه العرب عشان يعرفوا الوضع المائي في هذا الكلام اللي انا بقول لك ده من خلال التقرير هذا التقرير يعني فاحنا بنتكلم في 22 دولة عربية ده كحياتك نتصور ان فيه 14 دولة عربية بينطبق عليهم قول انهم في افقر 20 دولة مائيا في العالم منهم 14 دولة من الدول العربية 14 من 22 من 22 اللي انت كنت بتكلم على السكيد اه انا كلمت عن حد الفقر المائي يعني دولة ال14 هم افقر دول العربية الفقر المضغع يعني في المياه انها بقى في دول في المنطقة عربية بتعيز نصيب الفرد في العام لا يتجاوز 100 متر مكعب للفرد سنويا لك ان تتخيل هذا يعني لما بيقولوا 1000 متر مكعب ده حد الفقر المائي اللي هو يسمى احتياجاتك المائية احتياجات الغذاء احتياجات الكساء كل الاحتياجات المائية فانت النهاردة الفرد بيعيش في دولة الاردن وفلسطين لا يتجاوز فيها نصيب الفرد عن 100 متر مكعب ها في السنة مصر احنا هنا النهاردة يعني احنا كنا في الايام الخمسينة والستينة لما كنا 20 مليون كان نصيب الفرد اه بيتجاوز 1000 متر و1000 متر مكعب النهاردة واحنا 100 مليون حصة الفرد السنوية اما هي اصلا اذا كانت نفسي نسبة المائية ايه 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 500 متر مكعب للفرد 530-550 متر مكعب للفرد السنوية واحنا النهاردة 100 مليون عمية واربعة عشرين وخمسين يعني بقى 150 مليون وهي نتيجة من ضمن التحديات موضوع الزيادة السكنية الرهيبة في المنطقة العربية فده نموذج لموضوع نضرة الماء